اشتركوا في القناة بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين باب الإبتلاء والاختيار من كتاب الكافي الشريف كتاب التوحيد هذا الباب يتضمن حديثين الحديث الأول عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال ما من قبض ولا بسط إلا ولله فيه مشيئة وقضاء وابتلاء الله هو القابض والباسط من صفات الله ومن أسمائه الحسنة وفي القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول والله يقبض ويبسط البست والقبض من صفاته سبحانه وتعالى ولكن ما هو معنى القبض وما هو معنى البست المعنى اللغوي للقبض هو الإمساك والمنع قبض يده بمعنى أمسكها أو منعها البست هو الناشر ومنه العطاء طبعا موارد استعمال القبض والباسط هذه موارد متعددة وحسب المتعلق مثلا القبض والباسط في الرزق هنا المتعلق هو الرزق قبض الرزق أو القبض في الرزق بمعنى التقتير ومن قدر عليه رزقه أما البست هو بمعنى التوسع في الرزق نقول إن فلان غني بسط الله له في رزقه وفلان فقير قبض الله عنه رزقه أو قبض عنه في رزقه فهنا باعتبار الرزق القبض والباسط صار بمعنى الإعطاء أو المنع في الرزق وقد يكون في الروح المتعلق هو الروح الله يقبض الروح أو يبسطها بأي معنى قبض الروح بمعنى الموت وبسط الروح بمعنى الإحياء هذا نوع آخر من متعلق القبض والباسط وقد يكون المتعلق في القبض والباسط التكليف فالقبض هو بمعنى النهي والباسط بمعنى الرخصة فإذن الآية الشريفة في سورة البقرة حينما تقول والله يقبض ويبسط هذه آية مطلقة تشمل هذه الأنواع المختلفة والمصادق المختلفة من القبض والباسط في الرزق التوسع والتقطير والتضيق في الحياة والموت وفي النهي أو الرخصة هذه أمور تتحقق وقد مر سابقا مفصلا أن كل ما يقع في هذا الكون إنما هو بمشيئة من الله وبقضاء وقدر لكن ليس معنى ذلك إكراه الإنسان الله هو المالك للكون أجمع وملكيته ملكية حقيقية وبالذات لأن المالك والملك من صفات الذات كالعلم الذي لا يحتاج إلى وجود المعلوم الله عالم إذ لا معلوم كذلك الله مالك إذ لا مملوك فكل الكون هو ملك لله سبحانه وتعالى ولا يتحقق شيء في الكون إلا بإرادة ومشيئة وقضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى وهذا لا ينافي اختيار الإنسان لأن الأفعال الاختيارية التي يقوم بها الإنسان هي باختياره ولكن من الذي أعطاه الاختيار الله سبحانه وتعالى من الذي هيئ الوسائل الله سبحانه وتعالى يعني هذا الإنسان الذي يطيع هذا الإنسان الذي يعصي إطاعة هذا وعصيان ذاك لأنه يقدر على الإطاعة من أعطاه القدرة الله لأنه يتمكن من اختيار الطاعة يتمكن من اختيار المعصية من الذي أعطاه الاختيار الله سبحانه وتعالى فكون كل شيء في هذا الكون بإرادة وقضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى هذا لا ينافي الاختيار ولا يؤدي إلى الجبر كما مر في الحلقة الماضية تفصيل ذلك وسيأتي أيضا بحث مفصل في حديث الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أنه لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين الأمرين إذن إذا هناك تكليف من نهي أو رخصة إذا هناك موت أو حياة إذا هناك توسع في الرزق أو تضييق فيه كل ذلك بمشيء من الله وبقضاء من الله المشيء قد مر سابقا بمعنى الكتابة في اللوح المحفوظ وقد تطلق على الإرادة أيضا يعني المشيء هي وجود إنشائي الله سبحانه وتعالى يكتب ذلك في اللوح يكتب المقدرات في اللوح المحفوظ الذي هو يطابق علمه أو في لوح المحو والإثبات الذي يمكن أن الله سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أما القضاء الذي هو يقابل القدر قضاء وقدر نقول ما هو القضاء القضاء هو الحكم التكويني لأن كلمة القضاء في اللغة بمعنى الحكم سواء كان تكوينيا أم تشريعيا هنا المراد بالقضاء في هذه الرواية القضاء التكويني يعني كل شيء فيه قبض وبسط هذا لأن الله شاء يعني سجل في اللوح ولأن الله سبحانه وتعالى قضاء يعني حكم حكما تكوينيا لماذا الله يقبض لماذا الله يبسط ما هو السبب الله حكيم الحكيم لا يفعل فعلا لغوا صحيح الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لكن المراد لا يسأل يعني لا يحاسب على أفعاله ليس بمعنى أنه طلب فهم العلة نحن نطلب من الله سبحانه وتعالى أنت حكيم وعملك صحيح نحن نجح الوجه الحكمة نريد أن نزداد علما بلطفك مثل ما أنت إذا تروح إلى طبيب وأنت لست أخصائيا في علم الطب فالطبيب يمنعك عن أكله أنت عندما تسأله لماذا تمنعني عن هذه الأكلة ما أنه تريد تحاسبه الذي يحاسبه من هو فوقه المسؤول عنه وزارة الصحة أو الطبيب الذي يشرف عليه يمكن أن يحاسبه لكن أنت بعنوانك مريض لا تحاسبه وإنما تطلب الفهم تستفهم وهذا لا إشكال فيه تسأل الطبيب لماذا يقول لك العلة أن هذا الطعام مثلا يضر بكذا وبكذا وبكذا قد الإنسان يفهم العلة وقد لا يفهمها حسب مستوى الكلام وحسب استيعاب الإنسان نحن لا نحاسب الله سبحانه وتعالى لأنه هو الخالق ولأن أعماله كلها كلها حسب الحكمة هو الذي يحاسبنا إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم هو الذي يحاسبنا لكن قد نسأل عن وجه الحكمة كما هناك آيات في القرآن الكريم الأنبياء كانوا يسألون الله سبحانه وتعالى عن وجه الحكمة أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله ولا إمه كانوا أحيانا يسألون الرسول صلى الله عليه وآله أو يسألون الأئمة عن وجه الحكمة ليفهموا هذا السؤال مستفهم لا سؤال متعنت أو سؤال محاسب إذن الله سبحانه وتعالى لماذا شاء القبض لماذا شاء البسط بالمصاديق المختلفة للقبض والبسط لماذا البعض وصع في رزقه والبعض ضيق عليه في رزقه لماذا للابتلاء الله سبحانه وتعالى يريد أن يختبر الناس إذا هذا الإنسان إنسان مؤمن يزداد إيمانا بسبب هذا الاختبار وهذا ما يعبر عنه بالتمحيص التمحيص شنو هو بالأساس التمحيص هو أنه الذهب إذا علق به بعض الأشياء المغشوشة فهذا يلقى في النار ليذوب لماذا لكي ينفصل منه هذه المواد المغشوشة من بعض الأحيان الذهب أو الفضة تكون مغشوشة يعني يضاف إليها نوع من الفلزات الأخرى التي قد لا تظهر في الظاهر فكيف يختبرون هذا الذهب يعني يفصلون عنها الفلزات التي لا قيمة لها بالتذويب لأن درجة ذوبان العناصر تختلف فكلما ارتفعت الدرجة يذوب فلز من الفلزات فهذا ينفصل عن الذهب لأن درجة ذوبان الذهب درجة عالية جدا فهذا المؤمن الله سبحانه وتعالى يبتليه لماذا ليمحصه الذنوب الذي علقت به زيادة نقيصة قد لا يخلو غالب الناس حتى المؤمنين من بعض أنواع الذنوب من الصغائر بعض الرذائل لعله فالله سبحانه وتعالى يريد أن يطهره من ذلك زيادة هناك بعض الناس منافقون لكن بالظاهر تشوف في الظاهر يصلي يصوم يطيع في الأوامر ينتهي بالنواهي لكن قلبه فيه نفاق كيف هذا يظهر يظهر في الإبتلاء حينما يحصل الإبتلاء يظهر جوهره أن هذا جوهر مغشوش لا حقيقة له أصلا هي كلمة الإبتلاء باللغة كما يقول الراغب في مفرداته من المادة من بلوة نقول ثوب بالي هذه المادة بمعنى ظهور الباطن جذر المادة بهذا المعنى ثوب بالي لأنه لكثرة الاستعمال الخيوط التي فيه رقت بحيث أنه تحكي ما تحتها القماش إذا هو يصار رقيق هو يصار قديم مثل التور يصير يحكي ما تحته المصائب الشدة البأس هذه تظهر حقيقة الإنسان أحد العلماء كان يمثل مثال لطيف يقول أنت تارة ذهب يلقى في مزبلة هذا الذهب حينما ألقي في مزبلة تعلق به مجموعة من الأوساخ لكن جوهر ذهب واقع ذهب زين عندما تشوف بالظاهر تشوف كل وصخ لأن هذه الأوساخ ظاهرة عليه عالق به لكن إذا أخذت هذا الذهب وذهبت به مثلا ونظفته أو ألقيته في مثلا بوتقة الصائغ وذوبت كل ما علق فيه من الخبائث هذا يذوب يموع يروح يصير بخار صفاء الذهب يظهر وإذا هناك مثلا حديد لكن طلي بالذهب بالظاهر عندما تشوف تشوف جميل وله صفاء الذهب لكن إذا ألقيت في الماء أو ألقيت في النار إذا ألقيت في الماء يبدأ الصدع عليه إذا ألقيت في النار يتبين أنه هذا أصلا مغشوش من أساسه الناس كذلك بعض الناس بحسن اختيارهم باطنهم يكون كالذهب وبعض الناس بسوء اختيارهم يتحول باطنهم إلى قلب خبيث لكن مطلع بالظاهر بالأعمال الصالحة ظاهرا الإبتلاء يكشف هذا عن ذاك يوم القيامة بعد ما كواحد إلى حج على الله سبحانه وتعالى لألا يكون للناس على الله حج بعد الرسل فإذن الله سبحانه وتعالى لماذا يقبض لماذا يبسط في الجوانب المختلفة للإبتلاء هذه هي العلة الغائية لذلك في الآيات الكثيرة الله سبحانه وتعالى يشير إلى هذه الحقيقة طبعا كما يقول علماء المنطق العلة على أربعة أقسام نحن عدنا علة مادية وعلة صورية وعلة فاعلية وعلة غائية يعني مثلا إذا أنت تريد تبني بيت أنت بحاجة إلى مواد البناء من الحجر والطابوق والجوص والإسمينت والحديد وما إلى ذلك من مواد البناء لو لا وجود هذه المواد هل تتمكن من بناء شيء لا فهذه تسمى العلة المادية أنت أيضا بحاجة إلى حندسة وخريطة هذه المواد هي كومة كومة حجر ها هنا وكومة اسمنت ها هنا ومثلا أكياس من الجص ها هناك هذه تحتاج إلى تركيب بطريقة تتحول إلى بيت هذه الطريقة تسمى العلة الصورية هذه أحجار وطوابيق مثلا ومواد ملقات على الأرض لكن بكيفية تركب هذه الكيفية تصنع من هذه المواد دارا هذه العلة الصورية وعلة فاعلية يعني يجب أن يكون هناك عامل بناء مثلا هذه المواد يركبها بهذه الكيفية وعلى هذه الصورة فالعامل في البناء يسمى العلة الفاعلية وهناك علة غائية الإنسان بعمله هذا له غاية وهدف أن يسكن في هذا الدار ليقيه الحرة والبرد مثلا زين من حيث الوجود الذهني أول شي ينقضح هو العلة الغائية يعني الإنسان يفكر بأنه بحاجة إلى دار يسكنها فالعلة المادية أول ما تنقضح في الذهن بعد ذلك يذهب إلى المواد وإلى العامل وإلى الخريطة والهندسة وما إلى ذلك لكن في الوجود الخارجي آخر ما يتحقق هو العلة المادية يعني الدار تكمل بعد ذلك تصلح للسكن مثلا الغرض فالعلة المادية من حيث الوجود الذهني أول ما تنقضح في الذهن لكن من حيث الوجود الخارجي آخر ما تتحقق في الخارج فبهذه المناسبة أحيانا العلة الغائية تذكر أولا باعتبارها الأول في الوجود الذهني وأحيانا تذكر أخيرا باعتبار أنها آخر في الوجود الخارجي مثلا في هذه الأحاديث في الحديث الثاني الإبتلاء مقدم على القضاء إلا وفيه لله عز وجل إبتلاء وقضاء لكن في هذا الحديث إلا ولله فيه مشيئ وقضاء وابتلاء لماذا قدم في الحديث الثاني الإبتلاء وأخره في الحديث الأول باعتبار هذه النقطة وهذه الجهة التي ذكرناها فإذن ما من قبض ولا بسط إلا ولله فيه مشيئ وقضاء وابتلاء الغني الله سبحانه وتعالى يختبره بغناه أنت صرد غني أولا لازم هذه الأموال لا تؤدي بك إلى البطر بحيث أنه هذه الأموال تسبب ارتكابك للمحرمات وتسبب بتركك للواجبات وانغماسك في الملذات المحرمة وأيضا اختبار أنه تؤدي حقها والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم في هذه الأموال زكاة في هذه الأموال خمس هناك حقوق أخرى واجبة وبعد ذلك في المرتبة الثانية الأمور المستحبة هذا اختبار للإنسان الغني زين واحد آخر الله سبحانه وتعالى يقدر له الفقر أحيانا تشوف واحد من الصباح إلى المساء يكيد ويعمل ويخطط ويستشير لكن يبقى فقيرا وتشوف واحد يسعى قليلا ويحصل على مليارات زين هذا الفقير الله سبحانه وتعالى يختبره بفقره هل يبيع دينه أم لا يبيع دينه كبعض الناس هو لمن غني متدين صار فقير يبيع دينه مقابل فليسات يستعد أن يصير من أعوان الظلمة يستعد أن يظلم الناس لعله يسرق لعله يسقط في الفواحش ما ظهر منها وما بطن وما إلى ذلك هذا المؤمن إذا هو حقيقة مؤمن إذا الله سبحانه وتعالى بسط في رزقه يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ويؤدي حقها وإذا قبض الله عليه رزقه قدر عليه رزقه فيصبر ولا يبيع دينه الله سبحانه وتعالى قدر الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله الله سبحانه وتعالى يأمر صحيح الأوامر صحيح النواهي لمصلحة في المتعلق يعني ما يأمره الله سبحانه وتعالى لأنه مصلحة لنا ما ينهانا عنه الله سبحانه وتعالى لأنه فيه مفسدة أوامر الله ونواهيه عن حكمة لأن الله حكيم لا يأمر جزافا وإنما يأمر لحكمة لمصلحة لا ينهى تعسفا وإنما ينهى لوجود مفسدة ولكن ولكن في الوقت نفسه هناك أيضا اختبار للناس في ذلك يعني الله سبحانه وتعالى يأمر وينهى لوجود المصلحة في المأمور به ولوجود المفسدة في المنهين عنه وكذلك لأجل اختبار الناس إذا مو ممنوع زيان أنت تريد تعمل وتريد ما تعمل كيفك إن رغبت فأعمل وإن رغبت فلا تعمل تشتهي سوي ما تشتهي لا تسوي مو مهم مباح لك لكن إذا صار حرام بعد تشتهي ما تشتهي ماكو يجب أن تترك سواء اشتهيت أو لم تشتهي إذا الله سبحانه وتعالى أمر بعد هنا كيفك ماكو لازم تعمل بما أمر الله به سبحانه وتعالى سواء كان هنيئا لك أو كان مرا وثقيلا وغالبا الحق مرا ثقيل إذن ما من قبض ولا بسط بالمعنى العام للقبض والبسط بحيث يكون له مصادق متعددة إلا ولله فيه مشيئة وقضاء وابتلاء الحديث الثاني أيضا في هذا الباب بنفس هذا المضمون ولكن خاص بالقبض والبسط في الأمر والنهي الحديث الأول مطلق القبض والبسط بمصادقه المختلفة في الروح في التكليف في الرزق لكن الحديث الثاني خاص بالقبض والبسط في التكليف في التكليف عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أيضا قال إنه ليس شيء فيه قبض أو بسط مما أمر الله به أو نهى عنه هذا مما من بيانية ليس شيء فيه قبض أو بسط أي قبض أو بسط تقصد الإمام يبين مما أمر الله به أو نهى عنه أمره فيكون هناك بسط أو نهى فيكون هناك قبض مما أمر الله به أو نهى إلا وفيه لله عز وجل ابتلاء وقضاء الله سبحانه وتعالى الغاية ابتلاء الناس والله سبحانه وتعالى يحكم بذلك حكما تشريعيا هنا ليس حكما تكوينيا حكما تشريعيا لأن القضاء كما ذكرنا أعمل الحكم التكويني ومن الحكم التشريعي الله سبحانه وتعالى له فيه قضاء قدره وشاء وأراد وقضى مثل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فإذا الإنسان التزم وأطاع نجح في الامتحان وإذا لم يلتزم وعصى سقط في الامتحان كما حدث في قضية طالوت وجنوده هؤلاء قسم منهم سقطوا في الامتحان الأول عندما العمالق سيطروا عليهم على بني إسرائيل من بعد موسى وبدأوا بظلمهم وإنما سيطر العمالق عليهم وظلموهم بسوء عملهم لأنهم خالفوا النبيين وخالفوا أوامر الله سبحانه وتعالى فأعرض الله عنهم فسلط عليهم العمالق لكن بعد زمان طويل حينما أحس بالضرورة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى جاءوا إلى نبيهم اجعل لنا ملكا عين علينا ملك نقاتل في سبيل الله النبي يعرفهم أن هؤلاء كثير منهم متمردون على أمر الله في البداية لم يستجب لطلبهم ولكن لما ألحوا الله سبحانه وتعالى عين عليهم طالوت بس ما عين طالوت مجموعة كبيرة اعترضوا قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم هنا قسم من الناس سقطوا في الامتحان القسم اللي نجح في الامتحان الله سبحانه وتعالى اختبرهم بامتحان ثاني إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني هنا الأكثر سقطوا في الامتحان الثاني أيضا والأقل القليل نجحوا في الامتحان الثاني لكن هؤلاء الذين نجحوا في الامتحان الله سبحانه وتعالى جعل الفتحة على يديهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اشتركوا في القناة